تعتبر منظومة S-300 من الأنظمة المتطورة في الدفاع الجوي الروسي وفقاً لما يقول العسكريون الروس نظراً لقدرتها على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات وكونها مجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفاً في الوقت نفسه تختلف المواصفات حسب النسخة لكن عموماً يحتاج النظام وفقاً لوسائل إعلام الروسية إلى خمس دقائق ليكون معداً للإطلاق ويمكن إطلاق صاروخ كل ثلاث ثوان ولا تحتاج المنظومة أي صيانة يصر وزن بعض الصواريخ إلى أكثر من 6000 كيلوغرام أما وزن الرأس الحربي فيبلغ نحو 180 كيلوغراماً تقدر سرعة الصاروخ بنحو 2000 متر في الثانية بينما يبلغ مدى تدمير الأهداف من 500 إلى 400 كيلوغرام وهي مزودة برادارات قادرة على تمييز العدو من الصديق يستطيع صاروخ S-300 إصابة الأهداف التي تكون على ارتفاع تراوح بين 5 إلى 37 كيلو متراً هذه الصواريخ بنسختها المختلفة أو بنسيخها المختلفة قادرة على إسقاط أهداف جوية متحركة بسرعة تتراوح بين 4300 كيلو متر إلى 10000 كيلو متر في الساعة كل صاروخ له رادار خاص به يمكنه من تحديد الهدف وتعمل المنظومة على ثلاث مراحل إذ يعمل الرادار الأرضي على تحديد الهدف ثم ينطلق الصاروخ وفي المرحلة الثالثة يعمل الرادار الداخلي للصاروخ بعد انفصاله عن الرادار الأرضي ترجمة نانسي قنقر